الغد إيمان جبور مساء الخير يا إيمان يعني أطلعتنا منذ لحظات أن صافرات الإنذار دوت في الجليل الأعلى ما هي التفاصيل يا إيمان نعم يبدو بأن كان هناك قذائف هاون أطلقت نحو مناطق في إصبع الجليل الأعلى ولكن هذا اليوم يعني أيضا هو يوم حافل بالأحداث ربما لم تكن هناك جولة تصعيدية على شكل قذائف صاروخية تطلق على مناطق مأهولة كما رأينا في الأيام الأخيرة بالأساس أيضا يوم أمس ولكن حين كل العيون تتوجه نحو هذه الصفقة في غزة نحن نتذكر بأن هناك جبهات أخرى ما زالت مشتعلة أولا الجبهة الشمالية وهي الجبهة الثانية بأهميتها بين إسرائيل وحزب الله كان اليوم عدد من الأحداث في القطاع الشرقي مثلا في منطقة نتوعة كان هناك قذائف هاون أيضا قبل نحو ساعة ونصف من الآن في حنيتة وأدميت وهي بلدات صغيرة في الجليل الغربي أيضا كان هناك قذائف هاون أطلقت وسقطت في مناطق مفتوحة بالإضافة أيضا إلى صواريخ مضادة للدروع على يفتاح وعلى أكثر من منطقة على الشريط الحدودي ولكن لم تتجاوز هذه العمليات الشريط الحدودي أو البلدات الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية أيضا الجيش بدوره قال بأنه هاجم بنيران الدبابات ونيران المدفعية موقع عسكري يزعم بأنه تابع لحزب الله وسمعنا أيضا نيران المدفعية في القطاع الشرقي بشكل واضح كانت قد أطلقت قذائفها نحو قرى لبنانية في القطاع الشرقي مثل كفرشوبة وأيضا كفركلا كنا قد رأينا الدخان يتصاعد من تلك المناطق في الجنوب اللبناني قبل تقريبا ساعة من الآن كان هناك أيضا صافرات انذار في إيلات ووفق المصادر الأمنية كان هناك اعتراض صاروخ باليستي من قبل طائرة حرب طائرة حربية إسرائيلية على الأغلب الحديث عن F-35 إحدى الطائرات التي أيضا تعترض هذه الصواريخ بعيدة المدى الاعتراض كان فوق البحر الأحمر ولم يصل عمليا الصاروخ هذا إلى إيلات بالطبع هو أطلق من اليمن قبل ربما آخر مرة سمعنا فيها صافرات الانذار في إيلات كانت نحو قبل أسبوع وهذا مثير للاهتمام لماذا الآن جاء إطلاق هذا الصاروخ من اليمن نحو إيلات في الوقت الذي تتجهز فيه إسرائيل وحماس لإطلاق صفقة التبادل طيب يعني الصاروخ لم يصل إلى إيلات ربما السؤال الأبرز هل هذه الهدنة في قطاع غزة؟ لا لا هذه الصواريخ الباليستية هي تعترض إما من قبل منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية حيث التي تعترض كل صاروخ كهذا يكلف إسرائيل حوالي مليون دولار هذا الصاروخ هو يعني ينطلق ويصل إلى خارج الغلاف الجوي وهناك يعترض الصواريخ بعيدة المدى وإما عن طريق طائرة حربية كما حدث أيضا هذا اليوم طائرة مقاتلة هي من تعترض هذه الصواريخ وكنتقول بأنه من المثير أيضا التساؤل حول ما سيحل في هذه الجبهات في ظل الهدنة التي ستكون في قطاع غزة صحيح يعني الهدنة في قطاع غزة فقط أو ربما النقاط الأخرى تكون ملتهبة أيضا على غرار التهديئة في غزة طيب إيمان أنا أمامي البيانة التي صدر منذ قليل عن المقامة الإسلامية في لبنان ربما هو من حزب الله أشر إلى عملية استهداف لموقع اسمه موقع المالكية مرة أخرى يعني تجدد الأمر على هذا الموقع الذي يضع بالمالكية تم الاستهداف بالأسلحة الدقيقة والمناسبة وحققوا إصابات يعني هل هناك تفصيل آخر أو معلومات إضافية على هذه الكلمات يا إيمان لديك نعم كان هناك استهداف للملكية من بعد ظهر هذا اليوم ولا أعلم إن كان هذا استهداف جديد لم نسمع هنا عن استهداف جديد أم أنه بيان بالعادة تصدر بيانات حزب الله بعد بساعات من استهداف تلك المواقع يتم إصدار هذه البيانات بالفعل في الساعة أظن الثالثة والربع من بعد ظهر هذا اليوم كان هناك استهداف لمنطقة المالكية هناك أيضا يتواجد الجيش الإسرائيلي وأعتقد بأن الاستهداف كان في صاروخ مضاد للدروع ربما هذه الفرصة المناسبة أيضا للتوضيح بأن الجيش الإسرائيلي لا يصدر بيانات متتالية لا نعلم دوما طبيعة هذه الاستهدافات ربما حزب الله بياناتهم متتالية أكثر يتحدث عن كل هجم يقوم بها ولكن الجيش الإسرائيلي لا يتحدث كثيرا عما يحدث في الشمال ربما للتقليل من هذه الأهمية وربما الأمر منوط أيضا في قضية الرقابة العسكرية ولكن نلحظ هذا الأمر في الأسبوعين الأخيرين بأننا نتلقى بيانات قليلة عما يحدث في منطقة الشمال أحيانا أيضا نرى أمامنا استهدافات وأعمدة دخانية لا يتم الحديث عنها بشكل واضح يبدو بأنه ربما هناك محاولة للتقليل من أهمية ما يحدث في الشمال الإسرائيلي لمنع تخويف الناس خاصة أولئك الذين أخليوا من تلك المناطق وعلى حين تحدثنا أيضا عن قضية التهدئة حتى الآن لا يوجد أي توصية من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية لكل السكان الذين أخليوا من البلدات المحاذية للحدود الإسرائيلية اللبنانية بالعودة إليها أو حتى بالوصول إليها مثلا لأخذ بعض المستلزمات أو الاحتياجات لهؤلاء السكان بمعنى ربما بأن إسرائيل تعتقد بأن هذه الجبهة ستبقى مشتعلة أو أن إسرائيل ستصاعد في الأيام القادمة رغم الهدنة في غزة من أجل إبراز هذا الفارق وهذا الفرس بين ساحات المعركة لكي تقول بأن معركتها ضد حزب الله ليست بالضرورة مرتبطة بمعركتها في الحرب مع غزة يعني تبدو الرياح لديك الشديدة لن أثقل عليك كثيرا زميلة إمان جبور من الجليل الأعلى